يحتاج أن نقرأ القرآن قراءة متأنية نستخلص من آياته أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق نوعان أخلاق مذمومة وأخلاق محمودة فكل خلق محمود النبي صلى الله عليه وسلم متصف به وكل خلق مذموم فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه ودائما الإنسان إذا التزم أو التصف بخلق محمود إذن ينفى عنه ضده فإذا التصف بالكرم نفي عنه البخل إذا التصف بالشجاعة نفي عنه الجبل إذا التصف بالحلم نفي عنه التسرع إذا التصف بحسن الخلق نفي عنه سوء الخلق وهكذا في جميع الأخلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم نثبت له جميع الأخلاق الحسنة ليس من باب الغلو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل من باب التزام قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم بهذا وصفه الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر